الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة ورضى الرحمن كما نسأله جل وعلا أن يسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منهم نسكهم وأن يغفر لهم ذنبهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم كما نسأله جل وعلا أن يوفقه ولا تأمرنا لكل خير وبعد فكنا في لقائنا السابق ابتدأنا بكتاب الزكاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولعلنا نواصل الحديث في ذلك الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا في الحديث فضل الصحابة رضوان الله عليهم وسعيهم للعمل إلى الآخرة فقد كانت مقاصدهم أخروية ولذا كانوا يسألون عن الأعمال التي يدخلهم الله الجنة بسببها وفي الحديث دخول الأعمال في مسمى الإيمان وفي الحديث أن دخول الجنة يكون بسبب ما يؤديه العبد من أعمال عملها في دنياه وإذا عمل العبد الأعمال الصالحة تفضل الله عليه بإدخاله الجنة وفي الحديث وجوب الزكاة ولذا قال وتؤدي الزكاة المفروضة يعني الواجبة مما يدل على أن الزكاة واجب شرعي وأنها من أسباب دخول الجنة وفي الحديث وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله ولذا قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وفي الحديث وجوب الصلوات المفروضة الخمس ولذا قال وتقيم الصلاة المكتوبة واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من أسباب حرمان الإنسان من دخول الجنة أن يترك الصلاة وفي الحديث تعينوا رمضان للصوم وفي الحديث أن من اقتصر على الواجب من الأعمال لم يمنعه ذلك من دخول الجنة وأنه ليس من شروط دخول الجنة أن يكون الإنسان مؤديا للنوافل ولكن أداء النوافل فيه رفعة درجة وفيه تعويض ما يحصل من نقص في الفرائض وتعويض للنفس على طاعة الله جل وعلا وفي الحديث جواز لإقسامي بالله بدون أن يطلب من الإنسان ذلك فإن هذا العرابي قال والذي نفسي بيده فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العرابي بأنه من أهل الجنة أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا وأدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق في الحديث فضل أبي بكر الصديق وفهمه الدقيق للأحكام الشرعية وفي الحديث إثبات خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ما كان من العرب من ردة فبعضهم ترك الإسلام بالكلية وبعضهم ترك الصلاة وبعضهم جحد وجوب الزكاة وكان بعضهم يقول قد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة قالوا فقد مات من خوطب بذلك فلا ندفع هذه الصدقة لأحد بعده فكان هذا جحدا منهم لواجب شرعي معلوم من الدين بالضرورة ولذا حكم الصحابة بكفر هؤلاء مع كونهم يقولون لا إله إلا الله وكونهم يحافظون على الصلاة لأن الجحدا واجب معلوم من الدين بالضرورة يعد تكذيبا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قتال الناس على الامتناء عن الفرائض الشرعية ولكن قتالهم يكون لأصحاب الولاية والإمامة وليس لأفراد الناس وقد استدل أو عارض عمر أبا بكر الصديق رضي الله عنهما فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالوا مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر بأن الصلاة والزكاة أمران مقترنان في كتاب الله وفي دينه فحكمهما حكم واحد وقد عضد هذا القول أمرا أولهما أنه قال في الحديث إلا بحقه ومن حقها لإقرار بالشرائع الظاهرها المعلومة من دين الله والأمر الثاني أنه قد ورد في بعض روايات الحديث أنه قال حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة ومن المعلوم أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها وفي قوله والله لو منعوني عناقا العناق مولود الشياة وهو لم يبلغ السن الذي يخرج أو يذبح وبالتالي قال لا إمة بأن مراد أبا بكر الصديق بأن من كان عنده نصاب من العناق أربعون منها وجب عليه واحدة منها ولا يجب عليه أن يخرج شاة من غيرها وفي بعض الروايات لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والعقال هو الحبل الذي تربط به رجل البعير وذلك إما كناية عن البعير وإما أراد أن منعهم للشيء اليسير من الزكاة الواجبة لا يقبل منهم وفي الحديث ما كان عليه أبو بكر من التمسك بدينه والقوة في الحق مع أن الظروف التي كانت تحيط به لم تكن مؤاتية فقد تفرق أهل المدينة وارتدت العرب وهمة الروم بأهل الإسلام ومع ذلك كان متمسكاً بدينه سائراً على مقتضى تعليمات شرع الله عز وجل وفي الحديث أن المسائل الاجتهادية تسلم لصاحب الولاية يجتهد فيها بما يرى محققاً للأصل الشرعي وفي الحديث الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وفي الحديث قتال من أبى ومنع من الفرائض ونسبتهم إلى الردة أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئاً قد بلغت وقال لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته فرسل له حمحمه يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا محمد يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تغفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ باللهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك يفر منه صاحبه فيطلبه ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه وتأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تصلت عليه يوم القيامة فتخبط وجهه وتطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء قوله قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الخطب والمواعظ لتعليم الأحكام الشرعية وقوله فذكر الغلول الغلول المراد به أخذ الأموال العامة أو الغنائم والغلول من المحرمات وقد قال تعالى ما كان لنبينا يغل ومن يغل ليأتي يوم القيامة بما غل وقوله هنا فعظمه وعظم أمره فيه بيان أن الغلول كبيرة من كبائر أذنوب وقوله بشاة يحملها على رقبته لها يعار يعني صوت وذلك أن من غل شاة حملت على ظهره يوم القيامة وفي هذا التأكيد على تحريم الغلول من الشياة فيقول يا محمد يعني أبعد عن هذه الشاة عن رقبتي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد بلغت ثم قال لا ألفين أي لا أجيدن أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة الحمحمة الصوت الفرس وذلك لأن هذا الرجل قد غل الفرس فيأتي بها يوم القيامة على رقبته فيقول يا رسول الله أغذني أي أنقذني من هذه الحال وأبعد هذه الفرس عن رقبتي فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وهكذا قد يأتي الرجل وعلى رقبته بعير له رغاء أي صوت شديد فيقول الرجل يا محمد يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا وفي الحديث أن من طلب منه شيء لا يقدره فلا بأس أن يعتذر وصراحته بالاعتذار خير من المماطلة وقال أو على رقبته رقاع تخفق الرقاع ما يكون من الأموال ونحوها وتخفق يظهر لها صوت بذهابها وإيابها فيقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقوله من آتاه الله مالا فقول هنا مالا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم فالأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال إلا ما ورد دليل باستثنائه ومن أمثلة ذلك ما لم يبلغ النصاب ومن أمثلة ذلك ما يكون خارج الأموال الزكوية من مثل الثمار التي لا تدخر أو لا تكعل وقوله مثل له يوم القيامة الشجاع أقرع أي أن المال الذي لم يزكه في الدنيا يأتيه في قبره على هيئة ثعبان على هيئة ثعبان له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه وهما طرفا فمه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا كنزك وهو المال الذي لم يؤد زكاته يفر منه صاحبه فيطلبه وفي هذا دلال على أن الزكاة واجب متأكد وفيها أن منع الزكاة كبيرة من الكبائر وفي الحديث تحريم الغلول وفي الحديث التذكير بتحريم ترك الزكاة في الذهب والفضة قد استدل الحنفية بحديث الباب على وجوب الزكاة في الخيل وجمهور على أن حديث الباب في الغلول وليس في الزكاة وفي الحديث أيضا تحريم البخل بالمال ووجوب أن ينفقه الإنسان في حله وفي الحديث أيضا ما ذكره الله من عقوبة مانع الزكاة في الإبل وأنها تأتي يوم القيامة أسمن ما كانت وبالتالي تسلط عليه يوم القيامة فتطاؤه بأخفافها أي أقدامها وتخبطه بوجهها وهكذا في الغناء وذكر أن من حق الإبل والغنم أن تحلب مما يدل على وجوب الزكاة في الإبل والغنم وفي الحديث من الفوائد أن الزكاة في بهيمة الأنعام لا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق فيها بين المجتمع المجتمع بل تؤدى زكاتها معا أحسن الله إليكم قال عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعربي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزل جعلها الله تهرا للأموال في الحديث خروج الإنسان من البلدان بصحبة أهل العلم ليستفيد منهم ويأخذ العلم عنهم وفي الحديث أن من عرض له إشكال في فهم الآيات القرآنية حسن به أن يسأل عنه وفي الحديث أن ملك الأموال ليس شرا محضا إنما هو شر لمن لم يؤدي زكاته ومنع حقه وفي الحديث أن التحذير من كنز الأموال يرد منه الأموال التي لم تؤد زكاتها فما وديت زكاته من الأموال فإنه لا يسمى كنزا وفي الحديث إثبات النسخ في الأحكام وأن المتأخر ينسخ المتقدم وفي الحديث فضل الله على الأم حيث شرع لهم الزكاة لتكون طهرة لأموالهم أحسن الله إليكم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه هذا الحديث يذكر ما يتعلق بالفرض أو النصاب الذي تجب به الزكاة فمن ملك هذا المقدار من الأموال وجب عليه أن يزكي ومن كان ما عنده من هذه الأموال أقل من هذا المقدار لم تجب عليه الزكاة فأولها في قوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه والورق يراد به الفضة والأوقية يراد بها قرابة المئة إلا قليل من القرامات وبالتالي خمسة أواق قرابة الخمسمئة من قرامات الفضة وفي هذا تحديد النصاب فمن ملك أقل لم يجب عليه زكاة ومن ملك أكهر وجبت عليه الزكاة علما بأن الأموال التي من جنس واحد يضم بعضها مع بعضها الآخر في تكميل النصاب فيضم الذهب مع الفضة مع الأوراق النقدية وفي الحديث أن من ملك أربعا من الإبل فلا زكاة عليه ومن ملك خمسا فأكثر وجبت عليه الزكاة وظاهر هذا الحديث أن الإبل تجب الزكاة فيها مطلقا وقد ورد في بعض النصوص أن الزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى فيحمل مطلق الحديث على المقيد الآخر وفي الحديث أن من ملك خمسة أو سقن فأكثر وجبت عليه الزكاة ومن ملك أقل من الخمسة أو سقن لا تجب عليه الزكاة وتضم الحبوب والثمار بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب والوسق مقدار يعد بالحجم لا بالوزن والوسق فيه قرابة الستون صاع وبالتالي من ملك ثلاثمائة صاع من الخارج من الأرض وجبت عليه الزكاة وهذا القول يقول به فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فإنهم لا يرون للخارج من الأرض نصابا ويجبون الزكاة في القليل والكثير واستدلوا عليه بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قالوا لم يفرق بين قليل وكثير ثابكم الله قال عن زيد بن وهب قال مررت بالربذا فإذا أنا بأبي ذري رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا بهذه الأرض قال كنت بشام فاختلفت أنا ومعاوية فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية ما هذه فينا نزلت في أهل الكتاب ما هذه إلا في أهل الكتاب فقلت إنها نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطاعي عن زيد بن وهب رحمه الله وكان من التابعين قال مررت بالربذة والربذة منطقة صحراوية قريبة من المدينة قال فإذا أنا بأبي ذر قد سكن في الربذة وحده فاستغرب من سكن هذا الرجل في هذا المكان الصحراوي فريد قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي ذر يموت وحده ويبعث وحده لما قدم إليه في غزوة تبوك بعد أن مضى الناس فكان هذا من علامات النبوة فقال زيد لأبي ذر ما أنزلك أي ما السبب الذي جعلك تنزل هذا المنزل فهو مكان صحراوي حار قليل الماء فكيف تنزل فيه فقال أبو ذر كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فكان أبو ذر يرى أنها نص عام يشمل هذه الأمة لأن من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة مثل والذين ومعاوية يقول عندنا سياق الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيقول معاوية السياق في أهل الكتاب فالأحبار والرهبان فهذه الآية تفسر بحسب سياقها وكان وكان أبو ذر يقول بأن الواو هنا واو استئنافية والذين يكنزون الذهب عامة تشمل من كان من أهل تلك الملل ومن كان من غيرهم ولذا كان أبو ذر يوجب على الناس أن يتصدقوا بالزائد عن حوائجهم من أموالهم ويمنع ويحر من يمسك الإنسان شيئا زائدا ومن هنا قال بهذا القول من هذه الآية فلما استدل بها وهو بالشام وأصبح يحدث بذلك اعترضه معاوية وقال بأن هذه الآية التي تستدل بها إنما هي في أهل الكتاب وهناك قول يقول بأن المراد بالآية ما لم تؤد زكاته ما لم تؤد زكاته كما قال ابن عباس وجماعة قال ما أديت زكاته فليس بكنز وحينئذ خشي معاوية أن يكون لأبي ذر أثر في الناس وبالتالي يبعدون أموالهم فتضعف أحوالهم وهم في ثغر من الثغور والعدو وراهم ويحتاجون إلى من يمدهم بنفقاتهم ولذا خشي معاوية من تأثير أبي ذر على الناس فطلب من عثمان رضي الله عنه أن يقوم بنقله إلى المدينة وفي هذا إشارة إلى مراعاة المصالح العامة ومنع الإنسان من التحديث تحقيقا لذلك بل نفيه ونقله من بلده إلى بلد آخر خشية من أثرهم وفي الحديث طاعة صاحب الولاية ولو كانت بغير مراد النفس ولذا لما أمر عثمان وابا ذر بالانتقال إلى المدينة انتقل سمع وطاعة وفي قول فكثر علي الناس فيه أن الحديث الغريب والذي يكون فيه أشياء خافية على الناس يكثر الناس لسماعها وروايتها ولذا قال حتى كأنهم لم يرون قبل ذلك وفي الحديث أن الإنسان إذا ظن أن حديثه قد يغير أحوال الناس وقد يؤثر فيهم بما يجعلهم لا يسمعون ولا يطيعون شرع له السكوت وشرع له طلب الانتقال من مكانه لمكان آخر فقال عثمان لأبي ذر إن شئت تنحيت أي ابتعدت ناحية من نواحي المدينة فكنت قريبا من المدينة قال أبو ذر فذاك أي فكلام عثمان هو الذي أنزلني هذا المنزل ثم قرر مبدأ السمع والطاعة لصاحب الولايا نعم أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل في الحديث فضل الصدقة في سبيل الله في الحديث أن فضيلة الصدقة تكون بإنفاق المال الطيب والكسب الحلال وفي الحديث أن من اكتسب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه فإنه لا ينوي به صدقة فالصدقة لا تقبل إلا من المال الطيب ولذا يشرع أن يتخلص منه بجعله في الضرورات مثل من خشي عليه من موت أو هلاك وفي الحديث فضيلة الصدقة بالشيء اليسير فإنه قال من تصدق بعدل تمرة وفي الحديث أن القليل مع كونه حلالا يبارك الله فيه خير من الكثير الذي لا يكون كذلك وفي الحديث وصف الله جل وعلا بصفة اليد اليمنى قال فإن الله يتكبلها بيمينه وفي الحديث مشروعية حصر الصدقة بأن يكون من كسب طيب وفي هذا إشارة إلى أن الغلول وأخذ أموال الآخرين لا تسوّغ للإنسان أن يتصدق بذلك المال بل الواجب أن يرد الإنسان ما حصّله من مال على وجه غير مشروع لأهله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وفي الحديث من الفوائد تمثيل الصدقة بالفرس التي تكبر ويصبح لها دور عظيم فهكذا الصدقة وفي الحديث الناجر الصدق هجر مضاعف وفي الحديث أيضا ضرب الأمثلة من أجل تقريب الكلام والأحكام أحسن الله إليكم قال عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمثل قبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها في الحديث وجوب الزكاة وفضيلة صدقة التطوع وفي الحديث الترغيب في المبادرة في أخراج المال على جهة الصدقة والتطوع وفي الحديث أن الأموال ستتوفر في أيدي الناس لدرجة أنهم لا يقبلون ما يصل إليهم من المال وفي الحديث أن من اغتنى حرم عليه أن يأخذ من الزكاة ولهذا قال هذا الرجل لو جئت بها بالأمس لقبيلتها إذ كان من أهل الزكاة فأما اليوم وقد أغناه الله فلا حاجة له بها وفي الحديث أنه لا يُعْطَ الغني من الزكاة بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر